اشتركوا في القناة 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 الفضيعة دي ولا دي أساسيات أساسيات ما ينفعش يبقى مركز حقن مجهري بيتعامل مع أجنة يعني أنساب ويبقى فيه أي نوع من اللخبطة خالص دي مفعش هزار يبقى قدر الله خلط أنساب ده ما ينفعش تماما لازم كل حاجة تبقى دقة شديدة جدا 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 العين اللي بيقولنا يعملوا معنا حقن مجهري لازم نشوف بطاقته لازم نشوف بطاقة الزوجة لازم نشوف أسمة الجواز لازم نتأكد أنه جاي بالعينة جوه المركز عشان بتخترطش بأي حد تاني آه لعشان لو بعد الشهر يعني فيه ناس يتبقى ما بتخلفش فبتستعين بحد تاني أو مصايب ممكن تحصل الحاجات دي مفعش هزار حاجات دي بتبقى دقيقة جدا 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 فبالتالي البنت اللي قلقانة النبوضات بتاعتها تتلغبط مع حد تاني تنسى الطصة دي تماما طيب في حالات عملوا العملية ولا هي ريمس تعلن الوحيدة اللي عملت العملية في مصر نحن بقى خمس أو ست سنين من نعمل العملية دي عملية بسيطة جدا ودرأتي كمان تقنية الفتريفكيشن حسنت قوي جودة البويضات أو طريقة تجميد البويضات زمان كان قوما بتجمد البويضات كان بيحصل فيها زي كريستل صغيرة يعني بتتكلس بشكل معين ولكن مع الفتريفكيشن بقت قوما يجي نفكها بقت الجودة بتاعتهم أحسن بكتير وخضرتها إن هي تتخصب بالساء المنوي للزوج المستقبل إن شاء الله تبقى أعلى بكتير جدا طيب السن اللي أنا ممكن أروح أعمل فيه تجميد البوايدات من سن كامل لسن كامل أي واحدة خلاص بيجي لها دورة شهرية منتظمة ممكن تعمل العملية دي بس ما هاش لازم أن واحدة صغيرة جدا تعمل العملية دي ولا واحدة أكبر سنة تعمل العملية دي مثلا أنا عندي 30 سنة وما فيش أي بوادر مثلا عريس أو حاجة أعملها من سنة 30 ولا أستنى 35 ولا أستنى 38 ولا أستنى 40 ولا أستنى 45 أوكي ده سؤال حلو قوي دلوقتي لو هي 30 سنة وما فيش حاجة ورايبة قوي ممكن أننا السيدة دي تعمل تحليل مخزون التبويض اسمه AMH أوكي AMH AMH وتعمل سنار عند رئي البط في العياد لقينا المخزون بتاعها حلو جدا وما شاء الله AMH بتاعها فوق الكنين أو فوق التلاتة يعني ما فيش داعي نحن نعمل الموضوع ده دلوقتي يمكن ربنا في دولة تاني مثلا سنة سنتين يمكن تقابل العريس خلال سنة أو سنتين وفيش أي مشاكل أوكي بس أنا باقي كنت أتكلم على واحدة خلاص قربت لسن 35 أوكي لا أنا عايز حاجة تكتيجي العيادة ونعمل AMH ونعمل سنار وحتى الAMH بتاعنا لو طلع أقل شوية من الطبيعي لا أنا حابب أن حاجة تجمي دي البيضات لكذا سبب أول حاجة أن لو لو لخدر الله أنت من السيدات اللي عندهم عرضة لموضوع أن هم المبيض بتاعهم اللي يخلص المخزون قبل المعادة الطبيعي اللي هو حاجتك كده بتحفظي على الخصوة بتاعتك لحوالي خمس سنين قداني رقم اتنين البويضات اللي هتطلحها من حاجتك جودتها هتبقى أحسن بكتير قوي من جودة البويضات وانت عندك 38 أو 39 سنة فقدرتك الإنجابية برضو أعلى رقم ثلاثة زي ما قلت ده بي حاجة مهمة جدا احنا بي حاجة مهمة بنهملها جدا في مصر فحص ما قبل الزواج لو حاجتك جايلك عريس واكتشفت ان انت عندك مخزون الطبيعي بتاعك قليل أو منخفض جدا مفروض تقوليله ولا ما تقوللوش ده سؤال ليك أقوله ولا ما أقولوش لا يعني الصراحة لازم أقوله لازم تقوليله طيب لو حاجتك قلت تيلو ان انت مخزون الطبيعي بتاعك ضعيف بس خلي بالك أنا عندي بويضات متجمدة بقالها 3 سنين فقدر عمل العملية أو حتى لو ممكن يحصل حمل طبيعي طبعا وكل حاجة ولكن لو ما حصلش حمل طبيعي في فرصة ان احنا نعمل حقن مجهري ببويضات متخزنة من 3 أو 4 سنين فاتوا فبالتالي يعني في جوازات كتير قوي كانت ممكن تدهد أو ما كانتش تبتدي من الأول ولكن بسبب ان هي عندها رصيد من البيضات في الحضانة عندها فرصة كويسة جدا ان هي تتجاوز طيب في سيدات كتير بيجي لهم تكيس على المبايد ده هاي وبتعمل عمليات كتير علشان يعني التكيس ده يروح وبعد كده بيرجعتين دول بيبقى عندهم عرضة أصلا ومشكلة ان هما فعلا ممكن تخليه هو فيه فرق وضع ملازم نفرق بين حاجة اسمها التكيس على المبايد والحاجة اسمها الكيس على المبايد اه اوكي التكيس على المبايد اللي هو دولا بيعندهم مخزون تبويض أكتر من الطبيعي اوكي يعني دولا ما يلاقوش خالص من الموضوع التخزين البويضات اوكي يعني العمجالي عندها 35 أو 36 سنة وعندها تكيس على مبايد او لا مش لازم تكمدي طب ولي علشان ربنا خلق المبيض بتاعهم أكبر شوية من الطبيعي اه وفيه بويضات أكثر من مبيض بس ما بيقدروش يخليف بسرعة إلا ما بياخدوا أجوية وكده علشان بيبقى فيه ضعف في الطبويد فيه فرق بين ضعف الإبادة ومخزون المبيض اوكي فهم عندهم مخزون أكتر من الطبيعي ممكن ديقض معها لحد 45 أو 50 سنة فبالتالي دي مش لازم تجمد لأن معظم الوقت بيعندها مخزون طبويد جيد جدا وفيه بعض السيدات بيعندهم أكياس على مبيض دي بساعتها مثلا أكياس شوكراتة اللي هي بسميها أندومتريوزز او أي نوع من الأكياس المختلفة دي ممكن المخزون بتاعها يقل خصوصا لو عمنا لها جراحة دي المخزون طبويد بتاعها بيقل بنسبة 25 25 فدي طبعا لو عندنا سيدة عندها أندومتريوزز او بيجي لها أكياس متكررة وعملت العملية أكتر من مرة عالم مبيض يستحب طبعا أنها تجمد لأنها عندها عرضة زيادة مش بس كده فيه حاجة مهمة جدا فيه بعض السيدات للأسف هنبدأنا نشوف سرطان السدي أكتر بكتير من زمان للأسف للأسف فيه حالات كتير قوي في التلاتينات وممكن تكتشف أن عندها سرطان في السدي وبالتالي تروح للدكتور أورام يقول لها إحنا هناخد علاج إشعاع أو علاج كيماوي وده بيأثر جدا على المخزون بتجنى بقى العيادة نعمل لها سحب البيضات والتجميد قبل ما تاخد العلاج الكيماوي أو العلاج الإشعاعي عشان نحافظ على خصوة بيتها بحيث أنها ربنا يأذن إن شاء الله ويشفيها من السرطان يبقى عندها قدرة إنجابية حياتها ما تتدمرش يعني وأحلامها طيب الحالات اللي جات لحضرتك كان فيه تعاون من الأب والأم وعندهم ندوج أن بنتهم دخلها تعمل عملية زي كده ولا كان فيه حالات الأمها ترفضين والأهالي أنا هقول لها حياتك قصة مهمة جدا عندي مريضة جات للعيادة في الحقيقة طبيبة جات للعيادة قالت لي إن والدها قبل ما يموت آخر حاجة قال هلها قبل ما يموت أنا عايزك تجمدي البيضات بتاعتك الله يرحمه الله يرحمه أوكي لأنه هو مهتم جدا بخصوبتها ومهتم جدا هي كان عندها كم سنة؟ هي كان عندها ساعتها 35 سنة وكان بيجالها عالسان كتير قوي بترفضهم عشان كانت قاعدة بوالدها وعشان كده قبل ما يموت قال لها الوصية دي أنا عايزك تجمدي البيضات بتاعتك يعني والله ياريت كل الناس تفكر نفس التفكير إن أنا نصت الرسالة اللي جات لي أهليهم بيصوتوا بنات بعتيلي تقول لي أمي وأبويا بيصوتوا مش عاوزين يأعمل عملية وبيقولون هي حرام عشان كده إحنا حيكون معاينا أهل الفقه والدين عشان يقولوا لنا إن هو كمان مش حرام ومفهاش أي حرمانية دكتور عمري عاوزة أقرى شوية رسائل عشان الناس اللي بعتت لنا متتتعلش مننا مش هقولي الأزامي علشان يعني الناس ما تتضيقشي بنوتها عندها 45 سنة ولا مرة رحت لدكتور أمراض نسف حياتي معرفش إن كان عندي مشكلة ولا لأ بس أنا عندي 45 سنة وبفكر أعمل العملية ممكن أعملها ولا لأ وأنا لسه الدورة الشهرية بتجيلها هو الأسف شديد عند 45 سنة بيبقى المخزون بتاعنا قليل جدا مش بس كده جودة البويضات نفسها بتبقى قليلة فيه احتمال كبير قوي إن إحنا لو سحبنا البويضات بتاعتها ولو لقينا بويضات جودتها مش هتبقى كويسة فممكن لو جمدناهم واحد جدا فكناهم بعد كده ممكن ما يبقوش عندهم خطرة حالة كويسة تسمح لهم إن هم يتخصبوا كويسة عشان كده دايما بننصح إن ما تستنيش متأخر قوي يديزن دي بقى خطوة دايما سبقى خطوة في الموضوع داخل يعني قبل الأربعين مثلا؟ كل ما يبقى بدري كل ما يبقى أفضل كل ما تبدري الموضوع عشان تبقى جودة بويضات كويسة وعشان نقدر نجيب كم كبير من البويضات لأن في بويضات كثيرة قوي بعد ما منفكها ما بتبقاش صالحة للتخصيب فعشان كده كل ما العدد بيزيد وكل ما جودة البويضات بتبقى أحسن كل ما قدرة الإنجابية لما تتجاوز إن شاء الله تبقى أفضل معانا رسالة من فتاة من الصعودية بتقول لو أنا حبيت أعمل العملية وأرجع تاني ومعنديش أجازة طويلة تاخد وقتات دي العملية من أولها لأخرها بتاخد حوالي مكسم من ثلاث أسابيع بس في العادي بنتكلم في حوالي 14 ل 17 يوم من 14 عشان تاخد الأدوية بتاعت الهوم من أول يوم بيبتدي الأدوية التنشطية من اليوم الثاني في الدورة والعملية صح في الأغلب بتتم في اليوم الـ 14 لليوم السبعتاشر وبس وبعدك بتجمدهم وخلاص أوكي طيب معينا كمان رسالة من سيدة أوريدي هي عندها بنتة عندها 7 سنين هي مش قادرة أن هي تخلف الأيام دي إن هي مطلقة بس هي حسن هي لو اتأخرت أكتر من كده هيبقى فرصة أن هي تتجوز مرة تانية أقل وهي عندها 38 سنة ما هو ده بقى الكلام اللي احنا كنا منقوله الموضوع التجميد البويضات ده حتى الست يعني بالنحية حتى ثقتها بنفسها هتبقى أحسن بكتير قوي هي حسة أنا عندي عيانين عاملوا معي حقن مجهاري وعندهم أطفال ودوقتي بيكلموني في الترفون عايزين يجمدوا بويضات أو يجمدوا أجنة حتى لو هم مش عايزين يخلفوا دوقتي مثلا ظروف اقتصادية التماء أو عايزين يهتموا بأطفالهم أو مطلقة زي السيدة دي لو مطلقة طبعا هتجمد بويضات بس لو متزوجة هتجمد أجنة فبالتالي موضوع التجميد ده بقى مهم جدا وكمان عايزة أتكلم على الرجالة عايزة نور برنامج سيدات آه لا بس نتكلم طبعا ناخد آخر رجالة دلوقتي رجالة كتير قوي بيروحوا الجيم وبياخدوا استيرويدز بياخد حقن المدرب بتاعه يقول له انت عايز تعمل فورمة الساحل وعايز صور بقى نفسه في الإنستغرام وعلى السوشيال ميديا ويحط صور وهو عضلاته والأسف منهم كتير قوي ناس بتاخد حقن ستيرويدز حقن ستيرويدز دي بتعمل ايه بتأثر على الخصية تخلي الخصية بتاعته تنكمش وقدرة الخصية نهاية تكون حيوات منوية تقل جدا وهم عارفين ده وهمش عارفين ده ناس تير قوي عارفة ولكن المظهر بالنسباله أهم فاللي بتالي رجالة دولة يقوم يجوا يتجوزوا ميضوش يخلفوا بشكل طبيعي وممكن كتير قوي منهم يلجعوا الحقن مجهاري دايما بقول نصيحة للشباب دولة جمد سائل منوي روح الماركز على الحقن مجهاري وجمد سائل منوي عشان اوما تيجي تتجوز ولقيت ان انت عندك حيوات منوية قليلة يبقى انت على الاقل عندك حيوات منوية كنت مجمدها قبل كده تنفعك اوما تيجي تتجوز لو ما حصلش حملة طبيعي والسعي طب يعرف نوع الأجنة ولا ما لا نحن نعرف نوع الأجنة بعد ما نحلل بقى الأجنة نفسها نعمل لها تحليل احنا ضدهم دكتور عمر عباسي نورتنا وسعيدة جدا بوجود حضرتك معايا وسعيدة بالقصة الجميلة اللي انت قلتها لنا علشان الأبهات والأمهات اللي بيشوفونا ما تحرموش ولادكم علشان انتو مش فاهمين ادرسوا واسألوا اسألوا أهل العلم علشان تعرفوا ان دي حاجة مهمة جدا لكل بنت ان هي بتحلم تكون أم بشكرك جدا نورتنا كميلوا معنا حلقتنا واتروحوش اي مكان اشتركوا في القناة